أبو ياسم من فرنسا أبو ياسم من فرنسا لا ألفاظ شركية ولا ألفاظ بدعية ولا ألفاظ محرم ولا ألفاظ تتنافى مع التعزية التي هي تسلية المصاب بفقد هذا القريب مثلا الذي لهم ولذلك لا بعث أن يقول أحسن الله عزائكم مثلا عظم الله أجركم غفر الله لميتكم مثلا اصبروا واحتسبوا البقاء لله هذه الكلمة عظيمة لما تقول البقاء لله تشير إلى ما قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت فالله عز وجل هو الحي الذي لا يموت الحياة المطلقة الحياة المطلقة ولذلك تقول البقاء لله كأنك تقول له كلنا أموات فنحن أموات أبناء أموات الرد عليه مثلا أجاركم الله طيب أجاركم الله من النار مثلا أجاركم الله من عذابه مثلا لا بس لا بس ولذلك إذا كان بهذا المعنى لا حرج في ذلك ترجمة نانسي قنقر